ازايكم مخباركم 100 عرب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما وفيديو جديد هنتكلم فيه عن الموضوع الرائج دلوقتي والمنتشر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وكل الناس بتسأل الفطر الاسود هل هو موجود في مصر ولا لا في الفيديو البسيط ده هنحاول اننا نستعرض مع بعض هل ايه علاقة اصلا الفطر الاسود بفيروس كورونا هل موجود مثلا حالات في مصر تستدعي الخوف والقلق وحالة الزعر والهلع اللي موجودة بين الناس هنتكلم عن اسبابه هنتكلم عن اعراضه هنتكلم عن العلاج وهنتكلم عن بعض النصايح في اخر الفيديو عشان نتجنب ان شاء الله الفيروس او ان يكون فيه فطرة اسود داخل جسمك في البداية كده للناس ربطت فيروس كورونا في الفترة الاخيرة بالفطر الاسود والسلال الهندية هي الفكرة كلها ان الفطر الاسود مرتبط بكورونا لانه بيكون بسبب النقص في المناعة طيب ايه علاقته برضو بكورونا برضو عشان نبفاهمين علاقته ان دلوقتي كلنا عارفين ان مافيش بروتوكول ثابت للعلاج في فيروس كورونا ولكن كل واحد لي روشدة حسب قوة وشدة المرض يعني لو فيه دكتور بيكشف عن ثلاثة مصابين بكورونا كل واحد هيكون لي روشدة خاصة بيه حسب شدة المرض عنده والاصابة طيب ايه الفكرة من كده؟ الفكرة في الكورتزون اللي بيروح او اللي بيتوصف للمريض الكورتزون ده بيحاول ان هو يقلل من الانتهبات الموجودة في القفص الصدري وجهاز التنفس طيب من امتى بتيجي او ايه المشكلة في كده؟ المشكلة ان ببقى فيه جرعة سبت اللي هو واحد جرعة مصابين ولكن عشان الناس عايزة ينتهوا من الفيروس ده او يتشاف بسرعة بيحاول ان هو الدكتور يوصف له مثلا جرعتين ثلاثة زيادة عن المطلوب فبالتالي بيبدأ ان جهاز المناعة يقل فبالتالي الفطريات بتزيد الفطر الاسود موجود من 40 سنة تقريبا يعني مش حاجة جديدة ولكن هو انتشر الفترة دي لان الفترة دي فيها نقص مناعة شديد وارتبط بكورونا عشان ممكن يجي للاشخاص المصابة بكورونا او بعض الاصابة بكورونا لان ليهم اصلا حاجة سابقة قبل كده وهي نقص في المناعة طب ايه تاني؟ عدم مكافحة فيروس كورونا والفطريات بشكل غير مباشر في المستشفيات يعني هو فطر الفطر عبارة عن بكتيريا يعني مكون متجمعة البكتيريا دي في الكمامات مثلا اللي بنلبسها في اركان بتاع الغرف اللي محجوز فيها المرضى في الصونات الاكسوجين بيكون فوق مكان ما بنغير الخراطيم بتاع الاكسوجين كل دي حاجات خلت الناس تربط فيروس كورونا بالفطر الاسود والسلالة الهندية اللي موجودة في الهند كمان الهند تقريبا مبارح عن حوالي الفين اصابة فهي كلها دخل الفضاء طيب هل في حالات في مصر؟ وده السؤال الشائع دلوقتي في الفترة دي هل في حالات في مصر فعلا؟ هو مبارح ليس اللجنة العلمية لفيروس كورونا اكد مع عمر اديب ان في من حالتين لثلاث حالات موجودة في مصر في محافظات مختلفة ولكن هل دلوقتي السؤال نخاف ولا ما نخافش؟ هو بصراحة في حاجتين نخاف وما نخافش نخاف ليه؟ لان الفيروس ده قاتل او بمعنى صح خمسين في المية من اللي بصابه فيه بيقدي للوفاء ولكن هو مرعب ليه؟ لانه ممكن لو انتشر في الجسم هو بانتشر بسرعة ولو انتشر في الجسم بيحاول استقصال المنطقة اللي بدأ فيها عشان ما تنتشرش في باقي الجسم طب بيبدأ فين؟ بيبدأ في الفك والوجه وبيتصل بالعين ولقدر الله لو الحالة بقت صعبة بيوصل للمخ وممكن ان تؤدي الى الوفاء طب هو مرعب ليه؟ لانه بيتم استقصال استقصال الجزء في يعني وجهه في عين مثلا بيتم استقصال العين نهائيا او الفك نهائيا او لو في الجيوب الانفية لانه بيبدأ بالجيوب الانفية فلو بالجيوب الانفية ممكن يتم تنظيف المسالك بتاع الجيوب الانفية كلها فهو ده مرعب طب ليه ما نخافش في الحالة التانية؟ انا قلت انخافه ما نخافش ما نخافش انه هو مش معدي يعني مش زي فيروس كورونا بينتشر بالعدوى بين الناس طيب اسبابه ايه؟ اسبابه قلنا قبل كده ان هو النقص الشديد في المناعة وايضا بسبب مكافحة الفطريات يعني ما نكونش موجودين بكسرة في المناطق اللي فيها طين لمناطق اللي فيها اتربة المناطق اللي فيها تجمعات للبكتيريا لان ليه هي المكان الوحيد اللي ممكن تصاب فيه به هذا الميكروب او هذا الفطر الاسود طيب ايه اعراضه بقى؟ اعراضه اللي بتمتشر دلوقتي بين الناس زيها زي اعراض كورونا تقريبا الحمى والتورم في الوجه وصداع او احتكان في الزور وألام في الصدر وضيق في التنفس طيب لو وصل للجهاز الهضمي ممكن يكون فيه اعراض تانية؟ ممكن يكون فيه اعراض تانية عندك مثلا زي ما مكتوب دلوقتي ألام في البطن غثيان وكيء وحدوث نظيف في الجهاز الهضمي طيب علاجه ايه؟ هي الدكاترة او كل الاطباء اجمعوا ان علاجه في البداية سهل جدا لكن لو انتشر في الجسم ده اللي مشكلة وبيتم استقصال الجزء اللي بدأ فيه يعني بيتشار تقريبا كده عشان ما ينتشر في بقى الجسم ولا قدر الله يسبب مثلا الوفاة طيب في بعض النصائح قالوها منها رئيس اللجنة العالمية ورئيس هاية التسمم في مبارح برضو على بعض القنوات قالك انك اول حاجة تبعد عن التدخين ميكروبات كتير تبعد عن الاماكن اللي فيها الطين الاطرباء الكتير الدخان عوادم السيارات تبعد عن المخدرات تبعد عن الشيشة تبعد عن اي حاجة فيها دخان او لها علاقة بالاطرباء ده هيخليك ان انت تقي نفسك وتقي كل اللي معاك بنسبك برجلته طيب هل كل الناس اللي اصابوا بفيروس كورونا ممكن يتصابوا تاني؟ هو مش بشرط خالص واحنا وضحنا كده في بداية الفيديو ان الفكرة فيه نقص من المناعة نقص شديد فيه المناعة طيب نعمل ايه؟ هي زي الحاجات اللي احنا مشيين عليها نحاول اننا يعني اكمامة تقريبا قالوا ان انت متلبساش اكتر من اربع ساعات ليه؟ لان بيكون فيها تجمع ميكروبات من التنفس والعوامل الخارجية المحيطة لما تجي تلبس الكمامة لما تكون موجود ما تكونش موجود فيه مناطق فيها زحمة كل الحاجات دي برضو عوامل بتأثر على انك ممكن تصاب سواء بالفيروس كورونا او بالفطر الاسود ربنا ان شاء الله يبعد عنينا الاوبئة ان شاء الله يبعد عنينا الفطر الاسود يبعد عنينا فيروس كورونا نحاول اننا ان شاء الله الفترة الجاية نكون حريصين اكتر احنا تقريبا دلوقتي فيه الموجة التالتة وفيه مستشفيات مليانة فيه بعض الحالات بدأت تقل في بيان وزارة الصحة ولكن المستشفيات فعلا مليانة وفيه داكاترة بتأكد ان احنا خلاص فيه ذروة بتاعة الموجة التالتة ربنا يا رب ان شاء الله يعفينا ويزيح عنينا اي بلاء وربنا يا رب كده نسمع خبر كلنا منبسط منه ان تم انهاء الفيروس وربنا يبعد عنينا كل مكروه فلو استفدتم الفيديو يا ريت تنشروا عشان يستفاد اكبر عدد كبير من الناس اشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلام